ولكن ننتقل الآن إلى مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من لاوس عقبة مشاركته باجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا أسيان هذه القرارات تحتاج إلى دراسة سؤال أخير لن أرغب في إعطاء أي إفتراضات نحن نحاول الوصول إلى الحلولة الدبلوماسية ودعم ما تفعله وتسعى له الدولة اللبنانية سؤال أخير من ستريت تايمز ما هو المستقبل المتوقع فيما يتعلق بالسياسة الخاصة بمجموعة الأسيان فيما يتعلق بدعم الانتخابات الرئاسية فبالتالي أنا كنت أتساءل بالنسبة لمجموعة الأسيان ما هو المتوقع فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية مع مجموعة الأسيان وفي ظل هذه المخاوف العالمية وأي تغيرات هناك متوقعة لا يمكنني أن أخوض في هذه التفاصيل فيما يتعلق بالسياسة فبالتالي يمكن أن أتحدث مع الأشخاص المفوضين في هذا الشأن من الولايات المتحدة لوضع أي تصورات بشأن مستقبل العلاقات الأمريكية مجموعة الأسيان هناك توقعات بالطبع مع الوضع في الحسبان أن هناك تفاهم كبير داخل الولايات المتحدة كما ذكرت وذكر الرئيس بايدن أن مستقبلنا في الاندو باسيفيك في تلك المنطقة لدينا موقف كبير ولدينا مستقبل متوقع بشكل كبير هناك تنمو غير متوقع وغير مسبوك في الابتكار وفي قطاع الطاقة وهذا الأمر يقع في الاندو باسيفيك وما فعلناه على مدار الأعوام الماضية كان من أجل تعزيز العلاقات وتوسيع نطاق الشراكات وأيضا أن يكون هناك سبل كبيرة للتعاون مع كل الدول في تلك المنطقة مثل مجموعة الأسيان كذلك أعتقد أن هذه الرحلة رقم 20 للمنطقة هناك الكثير من الأمور وكذلك في الشرق الأوسط والحرب الأوكرانية هذه أحد الأدلة أن ما يجري حولنا يركز بشكل كبير على أهمية التركيز على منطقة الاندو باسيفيك فبالتالي أصبح هذا الأمر حاسما لمستقبلنا ومستقبل الأمريكيين مع الوضع في الحسبان كل هذه العوامل وهذه الشواهد فأنا أعتقد أن لدينا منهجا واضحا للاستمرار بغض النظر عن هذه التحديات ذلك لأن هناك الكثير من الأمور المتعلقة بمصالحنا وأيضا هناك دعم من الكونغرس لانخراطنا في الشراكات في المنطقة ومع العديد من الأطراف والدول في المنطقة ولا أرى أن هذا سيتغير وبالتالي طالما أننا نركز بشكل مكثف على مصالح شعوبنا فإننا سوف نبذل كل الجهود والمساعي اللازمة لتحقيق هذه الأهداف وفعل الأكثر من ذلك ليس فقط مع مجموعة الأسيان ولكن مع الدول الأعضاء وكذلك في منطقة الاندو باسيفك بشكل عام أنا لدي قناعة كبيرة أن هذا أمرا يتفق عليه الجميع ولن يتغير